السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة يعني جديدة وصفة تكرعين بالحمص وزبيب يعني وصفة تقليدية مئة في مئة وان شاء الله غدي نتاقلوا المقادر وقبل ما نتاقلوا المقادر غدي نقول لكم انني غن ديرها في هاد 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 طنجرة هادي يعني ديرها بحل كوكوت ديانا ديال اللي كنشريو عادية غير هاد تهي كد بحل كوكوت ديانا ويعني كد طيبها فوحد بوحد سرعة يعني ما نقولش لكم يعني كد الكرين كي طيبوت قريبا نقول لكم واحد ساعة وربعة تقريبا تيت طيبوا وهاد الشي اللي غنقول لكم وغن نتاقلوا ان شاء الله المقادر هنا نبدو ان شاء الله المقادر هنا البناس هدي ناخدوا واحد معلقة صغيرة ديال الخرقهم ومعلقة صغيرة ديال سكين جبير ومعلقة يعني كبيرة ديال هدا سكين تحميرة ومعلقة صغيرة ديال البزار وغن ناخدوا كذلك يعني معلقة كبيرة ديال ربيع وواحد ربعة ديال دروست الخمسة ديال تومات يكونوا شوية مكبر مصغار وغن ناخدوا كذلك واحد بصلة تقريبا أنا بصلة حكيتها باش يجيني المرقة خاترة ميموما غدي غدي طيح ماشي مشكل غدي غطيح ديك البصلة مع الطياب غطيح ماشي مشكل وخديت ضامة ديال الزعفران وخديت الزعفران كذلك وخديت الكاس ديال كاس ديال عامر ديال حياتي ديال اب ديال زيت ديال البع graders سفين هادو من المقادير�حم الأب بنات اخديت الكبب وقونت خلع تقريباً история تcis هناك الكرعين يكونون مسلوخين يكونون مشوطين هناك الكرعين هناك الكرعين هناك الكرعين هناك الكرعين هناك كرعين المعليم المعليم يعمل المعليم المعليم يعمل يعمل اشتركوا في القناة حمص الحمص ممكن انكم تديروها البنات إلكتو مرقدين وانا اختي خايدة هنا ديال العلبة هو اللي واخده كيكون ديجا طيب فانت في غدي نرميه مع الزبيب ما غديش نرميه دابة وممكن انكم تديروهم مع الكرئين اللي كيكونو يعني غير مفزقين وحيث كيكون قاسح والصويت طيب المهم انا غدي نخليه هنخلي انا هادو اسميتهم الحمص والزبيب والقرفة والعسل غنخليهم حتى الانخليهم البنات حتى نبغير رمي الزبيب والقرفة وديكش هاش هادير رميه معهم الحمص صافي هنا يا هداه هدا هو الكل ما قلت لكم الإناء اللي غدي ندير فيها هدك يعني ديك التنجرة اللي غندير فيها نطيب فيها صافي هنا البنات ختمتها ونحن نحاول أني نتحركهم بلسة شوية غير واحد شوية ماشية ونبعد سنروي الابنات هنا رواع على حساب هنا الكرعين حصولهم شوية الروعة حيث يشدوا واحد الوقت شوية هنا تقريبا درت كاس ديال حياتي عامر هنا هاد التنجرة هاد الابنات لا تأخدش الوقت بزايد وكذلك مكتديريش فيها الماء بزاف يعني كتديروا واحد الكمية قليلة هنا درت تقريبا واحد كما قلت لكم كاس يعني واحد كاس أربعة تقريبا ديال الماء سافي هنا غنخليها كالطيب غادي نتروغراميها على 45 دقيقة سافي مني غادي تطيب على 45 دقيقة سوف نشيل البنات وغنزيد الحمص وغنزيد العسل وغنزيد القرفة وغنزيد الزبيب كلهم في مرة واحدة لان الحمص ديال جاركت لكم مرة شارية غير ديال هادك ديال العلبة ماشي اسميته الكمية البنات على حسب كل واحد هنا رشتورة زلافة عمرة ديال الحمص نصف زلافة ديال الزبيب والقرفة معلقة كبيرة هنا البنات هانتوا ما يهوية هنا 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 هي طاب ليا طاب الكرعين ديالنا سافي هنا غادي شانتوا مرة هناك نصوم هنا مش هي هنا طابو ولكن غنزيد ليهم واحد المدة ديال 10 دقائق أخرى غادي نزيد واحد عشر دقائق أخرى او من بعد صافي هنا غنزيد القرفة غنزيد العسل غنزيد داك الحمص غنزيد كل شيء او من بعد غنزيد اليها هاد هاد البنات هاد طنجرة هدي تسخد البده كانت تسخد البده وما تسخد مش يعني موهم تسخد البده صافي هنا البنات درت كيما قلت لكم زلزبيب ودرت يعني درت زلزبيب ودرت قاعدة كشي اللي قلت لكم اللي خليته حتى الاخر صافي هنا غنخليها البنات في واحد البلاسة يعني بحلقة تشحريها بحلقة توقح من داك المدية لها هنا غنخليها وحد المدة يعني 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 الاحساب بغنشوف على الحساب لاصوص ديالي صافي وغادي على الحساب لاصوص اللي بغيت نخليه صافي هنا البنات رات طابورة تملخو يعني تحيدو من العظم ديالهم يعني ما طابو زوين هنا البنات صافي هنا غادي نقدمهم هنا رباقين شو انقولك كيبش كيبش كيقولوا مو هنا حدرتهم وكحو احد شوية وحتى ذاك العسال والقرفة وهدو خليش نكتشربهم زيان في الكرعين صافي هدو والشكل ديالهم راكو مشتوهم كديري را طايبين طايبين زيان موسيقى 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 كي يجي طبق رائع يعني بالزبيب والحمص كي يجيو الكرعين يعني بديك الحلاوة كي يجيو زبينين يعني طبق تقليدي مئة في المئة كنقول لكم شكرا لكم شكرا لكم وانتغتيالكم اشقا نقول لكم تبارك الله عليكم يعني دي ما كتشجعوني دي ما تسكتبوا لي يدي كومنتغ وارين تفرحوني كيشجعوني باش نديما نكون معاكم البنات اللي ما زال ما نضموش للقناة اسمريكا غسيت كنقول لهم مرحبا بكم في قناة وصفة اسمريكا في كندا كنقول لكم مرحبا والف مرحبا وهذا هو الشكل للطبق دينا النهائي وهذا هو ملخبزات اللي اجنت حتى ومسخونين وزوينين وهاتش لا نقول لكم وشكرا لكم وإلى اللقاء ان شاء الله في طبق جديد وفي وصفة جديدة البنات يعني كنقول لكم ديروا هات الوصفة راها كتجي رائعة يلا باي باي البنات الى وصفة جديدة ان شاء الله مرحبا مرحبا اشتركوا في القناة